أهدت من الله الرحمن الرحيم أهدت من الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبينا وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في أفياء هذه العتبة العباسية المقدسة وفي رحاب المولى بالفضل العباس نلتقيكم مرة أخرى أيها الأحبة في لقاء رمضاني قرآني يجمعنا فيه حب كلام الله المجيد والآل الطاهرين نعم أيها الأفاضل وهذه حلقة جديدة نعم اليوم النتائج بيّنت عندنا بالحلقات الماضية اليوم رح تبين بعد أكثر وأكثر من بعد ما نشوف مشاركة فريق النجف الأشرف باء وفريق ذيقار باء نعم رح نتعرف على الفريقين ولكن قبل ذلك نرحب أجمل ترحيب بلجنة الخبراء بهذه المسابقة بدءا برئيسها فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي حياكم الله وأيضا أعضاء هذه اللجنة خادم الثقلين المل عمار الكناني وخادم الثقلين أيضا الأستاذ علي حميد البياتي وأيضا خادم القرآن وبالفضل بل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نعم الشيخ جواد النصراوي وكذلك الحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ الشيخ ماهر الحميري إذن أيها الأحبة على بركة الله نبدأ مجريات المسابقة وقبل البدء بطرح الأسئلة والدخول في أجواء الفريقين نبدأ بسؤال الجمهور السؤال سيكون من هو القارن وَلَقَدْ رَادْتُوا عَنَّفْتِهِ فَاسْتَعْفَبَ وَلَإِلَّمْ يَغْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُنْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَمْ بِنَفْقَغِرِينَ نعم هذا هو سؤال الجمهور الكريم تقدرون واحد يساعد الثاني إلى أن تصلون إلى نتيجة إذن نأخذ شارة البدء من أساتذتنا معاوني رئيس قسمنا الموقر المجمع العلمي القرآن الكريم الدكتور إبراهيم والدكتور لواء للبدء بهذه المسابقة نتعرف على الفريق الأول فريق النجاف الأشرف تفضلوا الملتكت قطرا من بحر التفسير مجتبى علي عبد الأمير حياكم الله نعم القارئ مصطفى الحسيني أهلا سيدنا حياكم الله الحافظ محمد باقر ياس أهلا ومرحبا وننتقل أيضا للتعرف والتشرف بفريق ذي قارفاء حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ علي باقر حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم القارئ محمد بحسين جعان حياك الله المهتم في التفسير جعط الرحيم أهلا ومرحبا بكم نشوف نتائج الفرق اللي شاركته يانا بالحلقات الماضية نعم لأخوا في الكنترول عرضونا النتائج الماضية حتى نشوف منه متصدر المجموعة أو المجموعات والفرق منه اللي هو في طرف الجدول النجاف الأشرف ألف متصدر بحصوله على 81 درجة وثلاثة أرباع درجة أما الأحبة المزارات الشيعية سابع 64 درجة ونصف الدرجة وفريق كربلاء المقدسة الهندية 62 درجة ونصف الدرجة ممكن درجات هذه الحلقة تغير هذا الجدول وتحذف المزارات الشيعية أو كربلاء المقدسة إذا حصلوا على أكثر من 64.5 أو 62 ونصف الدرجة لأنه لتأهلون ويانا من المرحلة الأولى إلى الثمانية إلى المرحلة الثانية ثمان فرق فقط أستاذ عليه كملت فضل ممكن تعيدها سيد شيء عيدها على بركة الله نبدأ بطرح أسئلتنا أيها الأحبة والبداية ستكون عند فريق النجاف الأشرف السؤال التفسيري الأول لكم يقول الكلمة معناها ما معنى كلمة باغ في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بإلها أن يقول فمن اضطر غير باغ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باغ أو الباغ وهو التجاوز وهو بمعنى أكل المضطر لأكثر مما هو مطلوب وهناك من توسع في هذا المعنى وذكر بأن الخارج على إمام زمانه هو الباغ أو الباغ هو الغاصق نعم فضيلة الشيخ جواد النصراوت هضو أحسنتم سيدنا كان السؤال أولا ما معنى كلمة الباغ الباغ هو الطلب بمعنى طلب اللذة أو طلب تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى أما العادي يعني غير باغ ولا عاد هو التجاوز على الحد فمعنى الآية يكون من اضطر إلى أكل إحدى المحرمات المذكورة في هذه الآية أولا يشترط فيه أن لا يكون باغ يعني أن لا يكون يحلل ما حرم الله ولا يتجاوز عاد ولا يتجاوز المقدار الذي يدفع الضرورة فبهذه الشرطين بهذه الشرطين يكون الأكل مع الضرورة حلال وإلا فهو حرام نعم شكرا لكم شكرا جزيلا فضل الشيخ نلتقل إلى سؤال آخر لفريقي ذي قارباء سؤالكم يقول ما معنى كلمة تقفو في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وضل الوقت أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كلمة تقفو مشتقة من تقفو وهي أي متابعة شيء ما وهنا الآية تقول ولا تتبع ما ليس لك به علم نعم أحسنت نعم فضيلة الشيخ أحسنت هذا المقدار من كلمة تقفو صحيح وهو المتابعة فيكون معنى الآية المباركة أنك لا تتبع أي شيء بدون علم أي شيء لا تتبعه ومنه ومن هنا فيه إشارة إلى يعني ضرورة عدم التقليد الأعمى أو التقليد الباطل الذي لم يكن على علم ودراية شكرا جزيلا إذن آية ومقام لفريق النجف الأشرف النص اللي أمامك من سورة الزمر المباركة الآية 61 و 62 تفضل وقرأه بمقام الرست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء نعم فريق ذي قاربا النص اللي أمامك من سورة ياسين المباركة الآية 38 و 39 تفضل وقرأه بمقام الحجاز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم ما شاء الله ما شاء الله والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم أحسنتم طيب الله وأنفاسكم وننتقل لتعليق لجنة التحكيم مع الأستاذ علي البياتي أولاً فضلوا أحسنتم استمعنا إلى أداءين جميلين من القارئين الكريمين القارئ الأول من محافظة النجف الأشرف والقارئ الثاني من محافظة بيقار أداء القارئ من محافظة النجف الأشرف كان جيداً ولكن يحتاج إلى شيء قليل من الارتكاز وأداء الأبعاد بشكل أكبر وأفضل وإن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة إذا أهلوا لذلك إن شاء الله سنستمع ذلك منهم أما ما يتعلق بالقارئ المشارك من محافظة ذيقار فقد استمعنا إلى أداء يا ليته لم ينته الله حقيق واستمعنا إلى مقام الحجاز وكيف أداه بتصرف رائع وجميل نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدد خطاه وأن نراه في المراحل المتقدمة إن شاء الله تعالى أحسنتم أستاذ عليم الأعمار عندك قلت ما في قلبي يا بحسين بخصوص محمد بن جوعان نعم فقرت الحفظ قبل أن نذهب لها نرى تعليق ملا عمار على الأداء نعم طيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز الله يحفظكم الأداءين يعني جميلين حقيقة بالنسبة إلى القارئ من النجف يمتلك القدرة على الزخارف الصوتية الجميلة التي لا تمل منها الأذن حقيقة فهو لديه قدرة على التنغيم الحرفي والكلمي والجميلة وكذلك إلا أنه هناك اختلاف حدث عنده في الدرجة الصوتية الطبقة الصوتية في جواب الرشت بشكل عام أداءه جيد جدا ومنتاز كذلك الأخ العزيز الذي أدى بمقام الحجاز كان أداءه جميل ومتقن أتمنى لهم دوام التوفيق إن شاء الله شكرا لكم ملا شكرا جيدا نعم ساد علي تفضل بالسؤال هالمرة سؤال الحفظ للفريقين أبدأ بسؤال فريق النجف الأشرف حتى يكمل بعده فريق ذي قرأ الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَكْمِلْ مَا بَعْدَهَا وَمَنْ يُبَدِلْ عَلَّهَ مِخَالْ 5-6-8-8 كَمَّل سَيْد مُلَّا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أحسنتما شكرا لكم نعم شيخ مهر تفضل أحسنتما شكرا جزيلا الحافظان كلاهما أبدأ أداء جيدا في الحفظ بارك الله بهما وملاحظة بسيطة لفريق النجف الحافظ من فريق النجف بخصوص الوقف والابتداء بخصوص الوقف والابتداء نعم في الآية زينا الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا هنا وقف لازم لم يعتني به نتمنى له التوفيق في المراحل القادمة أحسنتم شكرا لكم إذن أيها الأحبة فريق النجف الأشرف أجب بشكل مختصر ودقيق ما هو المراد من قرآن الفجر أو من قرآن الفجر في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر صلاة الفجر نعم شيخ جواد أحسنتم الإجابة الصحيحة وطبعا هذه من الآيات التي يستفاد منها ويستدل بها على الأوقات الثلاثة للصلاة اللي هي الزوال دلوك الشمس وغسق الليل اللي هو الغروب وقرآن الفجر اللي هو صلاة الفجر أحسنتم شكرا لكم سؤال آخر لفريق ذي قارباء السؤال يقول ركزوا جيدا ما هو إعراب بالله في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الجواب أنا اسم مجرور اسم مجرور تأكد ضمن الوقت جار و مجرور بعد عندك جار و مجرور جار و مجرور نعم إجابة نهاية جناب الشيخ تفضلوا طبعا هذا المورد يرد كثيرا في القرآن الكريم يعرب بأن الباء زائدة ولفظ الجلالة مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا فتكون تقدير الجملة كفى الله شهيدا فكفى هي الفاعل والتقدير الله عفو كفى فعل والله تقديره فاعل و شهيدا مفعول به وترد كثيرا يعني كفى بالله نصيرا كفى بالله عليما كفى بالله وكيلا الكل على هذا التقدير تكون الباء زائدة ولفظ الجلالة مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا شكرا جزيلا نعم أيها الأحبة استراحة وبعدها سنكون بخدمتكم لإكمال مجريات هذه الحلقة نعم أيها الأحبة نبقى معكم في أجواء المسابقة القرآنية الفرقية الوطنية التاسعة وننتقل من حروف القرآن الكريم إلى حروف نذبة إمامنا صاحب العصر والزمان في فقرة الإنشاد مع الفريقين والبداية ستكون نعم نص موحد للفريقين نبدأ مع فريق ذيقار تفضل فريق ذيقار اللهم عجل لوليك الفرد اللهم آمين سنظل ندعو الله جل جلاله فرجال لآل محمد فرجال لآل محمد يتحقق بظهور قائدنا وصاحب أمرنا فخر الإمامة من له نتشوق فرجال لآل محمد فرجال لآل محمد سنظل ندعو الله سنظل ندعو الله بظهور قائدنا وصاحب أمرنا بخر الإمامة من له نتشوق الله نعم الأعمار الكناني تفضلوا اللهم عجل لوليك الفرج والمصر والعافية والأمن والأمان إن شاء الله تعالى الكل يترقب هذه الدولة دولة العدل الإلهي دولة صاحب العصري والزمان روحي له الفدى وإن شاء الله ندعو الله بحق أبي الفضل العباس عليه السلام أن نكون من قراء وخدمة هذه الدولة إن شاء الله دولة صاحب الزمان حقيقة أصوات جميلة الأخ العزيز من النجف الأشرف كان أكثر انطلاقة وأكثر حرية وتصرفا في صوته وشوقنا لهذه الدولة وعيشنا أجواء الدعاء لصاحب العصري والزمان عجل الله تعالى فرده الشريف أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله القارئ الحبيب من الناصرية أيضا صوته جميل ولكن سؤالي كم عمرك حبيبي؟ 24 سنة 24 سنة أتمنى لك العمر المديد إن شاء الله كنت متعكزا على منطقة الوسط ومنطقة الوسط أتمنى أن تستخدم الجواب أكثر في صوتك لأن يحتاج لها إلى تمرين ويحتاج لها إلى إتقان في إعطاء الدرج المناسبة في منطقة الوسط صوتك جميل وأدائك جميل أتمنى لك التوفيق شكرا لك خارج الدرجات ملة إقرامنا في المقطوعة خليق روراك إذا مزح مع اليك يا تال الصدق بالقاع وين أنت يا تال الصدق بالقاع وين ما ظل درب عنك ما توسلت يا هل وادم يا هل وادم يا هل وادم أنا مظلوم حبيبي شوفني بس أنا ما شفت عفوا سيدنا قلت لي اقرأ ويقرأ وراك واحد خ وبعد امتعدنا смلة الله يحبك ما المسق بطن بيرل بي بس بي شفوف ديل اليوم ماجست أدورك بالهولا وين هلبت ثوبك هلبت ثوبك هلبت ثوبك إن شمات لا يحتأ حلفك بالمخل الماء أحلفك بالمخل الماء الظهور يتوسل بشفتين أحلفك أحلفك بالدول معلولة المقطع قلوب عمت أحلفك بيش نهوا أحلفك بيش نهوا أحلفك 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 كتري صوتك طالت الشكت الأمان الأمان يا إمام يا إمام الزمان الله عليك ما شاء الله أحلفك شكرا لكم هو سؤال سؤال تفسيري فتعلله فوقع في كلامه بيوم القيامة فقسم المشرك إن الله لا يبعث من يموت فنزلت هذه الآية المباركة طيب الله شكرا لكم نعم فضيلة الشيخ تفضلوا أحسنتم كان القسم من المسلم ذكر البعث وقال والذي أرجوه بعد الموت المشرق قال لا لا يوجد بعث بعد الموت أقسم بالله فقط لا يوجد بعث فالمسلم هو الذي قال والذي أرجوه بعد الموت يعني أقسم بالمبعث فهذا موضع النزول شكرا جزيلا فريق النجف الله يا شرباء ما سبب نزول قوله تعالى النصل لأمامك من سورة الإسراء المباركة الإسراء المباركة من 45 إلى 47 بداية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى آخر النصل لأمامك أحد الآراء في سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يصلي ويتلو القرآن في الكعبة ليلا وكانوا يرمونه بالحجارة ويؤذونه ويصدونه عن دعوة الناس إلى الحق فنزلت الآية ويقول الطبرسي أن حجابا مستورا أي أنه أدخل الرعب في قلوب المشركين وصدهم عن رسول الله أما الرأي الآخر في سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يقاطعونه عندما كان يقرأ القرآن أمام الناس فيقوم إثنان عن يمينه وآخران عن شماله فيصفقان ويصفران ويخلطان عليه بالأشعار أما الرأي الآخر فهو جماعة من المشركين أبو سفيان وأبو جهل وغيرهم عندما كان يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لا أعلم ماذا يقول ويقول أبو سفيان إني أعلم شيئا وأرى شيئا مما يقول فيقول أبو لهب إنه كاهن ويقول أبو سفيان إنه شاعر ويقول حويطب إنه ساحر فنزلت الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أحسنتم إجابة خاطئة نعم شيخ نتضل متأكد مني إجابة عم خطيع لها الجهد هذا نطي درجة مني هذا أحسنت وأجت إجابة أم أحسنت يا عزيزي بوركت نعم أستاذ علي نعم ننتقل إلى سؤال جديد هذه المرة بين الحافظ والمفسر يعني سؤال جيد جديد جديد نعم أنا لا بس نظارة نعم السؤال يقول كلمة في الثلث الأول من القرآن الكريم وردت بموضعين هذه الكلمة هي بخارجين اذكر اسم السورة والمواضع التي وردت فيها هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم بخارجين الموضع الأول في سورة البقرة وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة نعم الموضع الآخر ضمن الوقت نصف الوقت نصف الوقت عندك بعض ثلاث ثواني تقريباً نعم شيخ ماهر انتهى الوقت أحسنتم ذكر الموضع الأول وكان صحيحاً الموضع الثاني في سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها أحسنتم شكراً لكم الأحبة فريق النجف الأشرف وردت الكلمة الآتية في موضعين من الثلث الأول اذكرهما مع ذكر اسم السورة الكلمة تهوى وضمن الوقت أيضاً اسم السورتين أو السورة ممكن نفسها وأيضاً بداية الآية بقالك نصف الوقت تقريباً تهوى وما تهوى الأنفس من سورة الأنفال وما تهوى أنفسك نعم شيخ مهارد فضو أحسنتم الموضع الأول في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وإلى قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم الموضع الثاني في سورة المائدة ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً والموضع الثالث في كل القرآن هو الذي في سورة النجم الذي ذكره الحافة نحن ردنا الثلث الأول من القرآن الكريم أحسنتم أحسنتم من المقامات التي ستعرف عليكم الآن إذن ما هو المقام؟ إن في خلق السماوات والأرض والثلاف الليل والنار إلى آيات لأولي الألباب نعم، من يضغط على الجرس؟ أول نعم، فريق ذقاء بيات؟ أذكر حيلك؟ مو قلنا لا تذكر لي اسم المقام، العائلة، الأم نعم، ننتقل إلى النجاف الأشرة يعني أعتقد بيات التوسط جانين روالد هنا الله عليك، نعم بيات عجم إجابة أكيد يعني خاطئة لأننا طلبنا أستاذ عليهم الأعمار أنه يقولون اسم الفرع نعم، فالإجابة تعتبر خاطئة نعم، إذا ننتقل إلى سؤال آخر ضمن أسئلة السرعة هذه المرة السؤال يعتمد على النظر قوة التركيز وسرعة الضغطة السؤال هو اقرأ المخطوطة بشكل صحيح وعدنا خطات من النجف الأشرف نعم، فريق النجف الأشرف هو الذي يضغط على الجرس أولاً من بعد ما تضغط مباشرة يجب أن تجاوب يا سيد خافضة الرافعة هذه كلها، وخافضة الرافعة؟ يعني متناظرة ومتعاكسة بنفس الوقت والتخطات تتناقش بعد ما يحتاج نأخذ رأيكم محمد محسين جوعان، قول بيات نعم، إجابة صحيحة لفريق النجف الأشرف خافضة الرافعة؟ لا، إجابة خطأ تصلنا على محمية صحيح وراهة؟ إجابة صحيحة لفريق النجف الأشرف خافضة الرافعة وتحايا الود أيضاً لخطاتنا الذي معنا في هذه الحلقة سيد كرار، رح ياكم الله نعم وأكرم، نعم أما السؤال الأخير ضمن هذه الجولة وأيضاً ضمن أسئلة السرعة نعم من هو القارئ للفريقة؟ نعم، فريق ذي قار، هو اللي ضغط على الجرس، تفضل عبد المنعم الطوقي؟ لا، عمار الكناني نعم، فريق النجف الأشرف ما عادكم إجابة؟ منا، منا، دكتور أحمد جاسم النجفي، على الصادقي، سيد عادل سيد هاني يقول سيد هاني الموسى والله والنعم نعم، حي فريق ذي قار بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد أحسنتم محمد محسن جوعان، إذا أكو خسارة رح يخسرها الفريق والذي قار كلها من وراك الإجابة الصحيحة هو السعيد عبد الصمد الزناتي، نعم والسعيد من اكتفى بغيره والسعيد من اكتفى بك يا أستاذ علي أحبتي وأسادتي فاصل الأخير ونكون بخدمتكم بعده إن شاء الله تعالى لإعلان نتائج هذه الجولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك عليكم أيها الأحبة أيها الأفاضل وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصيام مقبول إن شاء الله تعالى كما عودناكم على هامش المسابقة القرآنية الفرقية التاسعة نلتقي مع الزوار الوافدين إلى المولى أبي الفضل عباس عليه السلام ونجري معهم هذه الفقرة اللي عديناها في هذا البرنامج نعم سلام عليكم شون صحتكم يا حبيبي؟ رمضان مبارك وقبول الأعمال تقبل الله صيامكم وأحسن الله وأعمالكم وتقبل منكم صالح الأعمال بشهر رمضان شهر الرحمن إن شاء الله ساك الله خرجزاء اسمك والمحافظة مصطفى فيصل الغريري من محافظة النجف العشرف يا كلا يا فيصل وأهلا وسهلا بك الفقرة مالتنا هي أن تطلب حاجتك من المولى أبي الفضل العباس عليه السلام وتكون غيبية هذه الحاجة نعم وإن شاء الله إحنا نطيق دورك بمجموعة من الآيات التبشيرية ما شاء الله عسى ولعله أن تكون هي البشارة وهي المراد إن شاء الله تعالى طالما إحنا بصحنا أبي الفضل العباس كل شيء هو بشارة بخير إن شاء الله نعم نطيق الدورك الآن أريد من عندك تسحب ورقة من هذا الدورك اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شنو كان الطلب مالتك حقيقة يعني الطلب سألنا الله عز وجل أن نكون أن نسأله أول ما دخلنا لهنان هو الشفاء لوالدتي حقيقة فالآن توجهتك لسيدي ومولاء بالفضل العباس سلام الله عليك وجدتك هاي البشارة وهاي الآية نعم 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 شكرا جزيلا إلك وأيضا إلك بطاقة مضيف مقدمة من المسابقة القرآنية دخول لمضيف العتبة العباسية إلك والخمس أشخاص وإياك يا حبيبي ممنون كل الشكر إليك يا حبيبي الله يتقبل عمالك يا حبيبي إذن أيها الأحبة أيها الأفاضل ننتقل وإياكم إلى أجواء المسابقة القرآنية الفراقية نعم أيها الأحبة نصل معكم لإعلان نتائج هذه الحلقة ودرجاتها فريقان يتأرجحان بين البقاء والخروج هما فريق المزارات الشيعية وكربلاء المقدسة فهل ستعادل هذه الحلقة الدرجات أم ستخرج الفريقان الذين يتأرجحان نعم مقدمة طيبة من أستاذ علي ولكن قبل إعلان النتائج وكالعادة نعرض السؤال الخاص بالجمهور الكريم للإجابة عنه وسحب القرعة نعم إذن من هو القارئ؟ سؤال الجمهور اللي كان في بداية هذه الحلقة وَلَقَدْ رَادْتُهُ عَنَّفْتِهِ فَاسْتَعْفَبَ وَلَإِلَّمْ يَغْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُنْجَنَنَّ وَلَا يَكُوْنَ بِنَفْطُّ نعم الإجابة الصحيحة محمد حسن النادي هذه هي الإجابة الصحيحة أما نتائج الفريقين دعونا نرى الجدول لحد الآن نحن مثل ما قلنا لكم بحدود العشرين فريق سيشاركونوا إيانا ثمان يتأهلون منهم نحن 14 فريق أو 12 فريق شاركوا لحد ما قبل هذه المسابقة ثمان يجب أن يتأهلون فقط من أصل 20 الجدول الآن يقول النجف الأشرف ألف متصدر 81 درجة وثلاثة أربعة درجة بغداد ألف بعد وهكذا حتى نصل إلى المزارات الشيعية اللي درجته 64 ونصف الدرجة وكربلاء المقدسة الهندية تحديداً 62 ونصف الدرجة ذيقار ألف غادرت البصرة غادرت أربيل غادرت وكركوك غادرت النتائج بهذه الحلقة راح تضمن أعلى فريقين فقط تضمن صعودهم والبقية يبقون متأرجحين لأنه عندنا فرق بعد ستة غير الحلقة مال هذه اليوم فممكن تزيح هذه الفرق الستة نتائج هذه الجولة يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي حيه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حياكم الله شيخنا لتكريم الفريق الفائز نشوف يا لفوز شيخ باسم يخترح أن يكون معنا خطاط هذه اللوحات الطيبة معه وأيضاً السيد كرار الموسوي حيه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حياك الله سيد كرار هو يقدمها النفسه إذن خليها يمه وما أنزحمك أستاذ محمد باقر آل سرسوح شكراً أما نتائج هذه الجولة هل ستتغير النتائج بالجدول أم لا توقعات الجمهور الكريم خلي نشوفها من يقول ذيقار باق فاز أول بهذه الحلقة ومن يقول فريق النجف الأشرف فريق ذيقار باق بس محمد عبد الشهيد واثنين ثلاثة وياه من يقول النجف الأشرف هم محمد عبد الشهيد ومجموعة وياه نعم فريق ذيقار أو فريق بلا خنشوف آخر نتائج نعم فريق النجف الأشرف ضمن التأهل إلى المرحلة القادمة النجف ألف لحد الآن يعني النتائج أقل من واحد وثمانين وثلاثة أرباع درجة نجف الأشرف اللي شاركوا يانا بالحلقات الماضية فريق ذيقار يغادر المسابقة بحصوله على ستة وخمسين درجة نعم بالحلقات الماضية أما ذيقار أرباء اللي مشاركين يانا بهذه الحلقة فقد حصل على المركز الأول بهذه الحلقة بحصوله على ثنين وسبعين درجة ونصف الدرجة إذن ينتظر بقية المشاركين حسن لحد الآن النجف الأشرف ضمن الصعود النجف الأشرف ألف أما النجف الأشرف فقد حصل على واحد وخمسين درجة وربع الدرجة زائد عشرين ناقص خمسة مدرج قد المهم واحد وسبعين وربع الدرجة واحد وسبعين وربع الدرجة إلى فريق النجف الأشرف باء حيوهما بالصلاة على محمد وآل محمد فضلوا الشيخنا لتكريم الفائز اللهم صلي على محمد وآل محمد نذكر أن الفائز الأول لا يعني التأهل والفائز الثاني لا يعني الخروج إنما الفريقان الذين حصلوا على درجات اليوم أزاحا فريقي المزارات الشيعية وكربلاء المقدسة حيث خرجوا من المنافسة بالدرجات التي حصلت عليها شكرا جزيلا لكم التي شاركت معنا في هذه الحلقة إذن لحد الآن النجف الأشرف ألف ضمن التأهل إلى المرحلة القادمة وفريق بغداد ألف ضمن التأهل إلى المرحلة القادمة وبانتظار الحلقات القادمة إلى حلقة قادمة من المسابقة القرانية الفرقية التاسعة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله بسم الله الرحمن الرحيم دعنا نزال الملائها كي تووفو فيك بإذن ربهم بكل أمن سلام اشتركوا في القناة